ولسه الدوري في الملعب فارس وده اللي اعتدناه في النادي الاعلي حتى لو كانت الامور شبه مستحيلة حتى لو كان خلاص الامر ما بقاش باديك ولكن حتى هذه اللحظة رقميا الدوري في الملعب لكن لو هنتكلم بجد الدوري خلصان من بدري واللي كان شايف الصورة كان شايفها من بدري واحنا كنا شايفينها من بدري ومن بدري اوي وتكلمنا فيها من بدري اوي لكن عندنا شيء اثرنا فيه بالتأكيد عندنا سلبيات حصلت في الفريق بالتأكيد هنستعرض كل ده لكن مش هنفوت أبدا إننا نستعرض من وجهة نظري اللي حصل من التحكيم المصري الموسم ده لا يصنف إلا جريمة قروية لن ينساها التاريخ الموسم ده هو موسم تاريخي 2020-2021 البعض بيتحدث وبيقول إن الفخر إن أول بطول الدوري اقتربت من المنافس عشان التحكيم كان فيها بالفار احنا من بدر أول تكلمنا عن الفار وهنستعرض كل ده لكن كمان النادي الأهلي حقق اتنين دورة أبطال أفريقيا في وجود الفار حقق برونزية كاس العالم الأندية في وجود الفار الدوري الماضي يمكن نصفه التاني بس هو لكان فيه فار ولكن القصة كلها في المعيار هل الفار فعلا اتطبق صح؟ هل الفار فعلا ما كانش فيه أخطاء جسيمة بالشكل ده لو عايز تقارن بين دوري 2020 و2021 ما ينفعش تقارن بأي دوري سابق ليه؟ لأن الأخطاء التحكمية لما تكون عندك تاخد القرار في لحظة غير لما يكون عندك القدرة إنك ترجع أخطائك وترجع الهدف وترجع ركلة الجزاء وتقعد أربع دقايق وخمس دقايق وفي النهاية تختار القرار اللي ضد النادي الأهلي ما ينفعش أبدا مقارنة بين الموسم ده وأي موسم تاني عشان كده الموسم ده موسم كاشف وأنا على يقين إن الموسم ده مش هيتكرر هو كان موسم عبارة عن موسم راح الدوري للمنافس أو في طريقه للمنافس لكن استحالة هيتكرر ترجمة نانسي قنقر